يوسف معت بتقول السلام عليكم لو سمحت عندي أخت سألتني سؤال وهو شغلني قررت أسأل حضرتك السؤال هل تارك الصلاة لا يؤجر على عمل ولا يقبل منه دعاء يعني مثلا يارب استرها يارب زوجي يرجع بالسلامة والأدعية اللي وراء الأذان والصيام وشكرا وجزاك الله خيرا وإياكم بص يا أم يوسف سؤالك لو زاوية دين الزاوية الأولى هل تارك الصلاة ينتفع بعمل من الأعمال ولا لا والزاوية والزاوية التانية هل تارك الصلاة يقبل منه دعاء ولا لا الزاوية الأولانية هل تارك الصلاة ينتفع بأي عمل استغفار صلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الصيام حاجات من دي ولا لا للإجابة على السؤال لازم أعرف سبب ترك الصلاة هي هتفرق معايا في حاجة نعم هتفرق فرق شاسع في المسألة تارك الصلاة كسلا وتهاونا دا ينتفع بالعمل بتاعه لأنه كسل فيه أمر وفيه فرض ربنا فرضه فينتفع بذاقي الأعمال الأخرى اللي بيعملها مثل الصدقة مثل الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثل الاستغفار مثل الصيام مثل الحج العمر بينتفع بهذه الأعمال لأنه لم ينكر معلوما من الدين بالضرورة لكن لو واحد طلع وقال ما فيش حاجة اسمها صلاة فيش حاجة في الإسلام اسمها صلاة هل دا هينتفع بأي عمل أخر لا ليه لأنه بجحوده للصلاة فقد كفر هو جحد ركن من أركان الإسلام وأنكر معلوم من الدين بالضرورة فكفر وخرج من الدين بأنه طلع وقال ما فيش حاجة اسمها صلاة يبقى شرع تشريع جديد واللي بيشرع مين الله عز وجل فده لا ينتفع بالعمل بدا لكن لو بيكسل بتكسل مثلا تصلي فنقوم نقول لها الكسل عن الصلاة حرام ربنا قال في القرآن فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة مش معناها أنهم سبوها لا يعني أخروها عن وقتها وأحبوا الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها فهي هل تنتفع أو هل ينتفع الشخص اللي بيكسل في الصلاة بأي عمل من استغفر وزكاه وصدق وحج وعمر وصيام وصلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نعم ينتفع وله هذا الثواب إن شاء الله عز وجل الزاوية التانية بقى هل يقبل منه دعاء نعم يا ميوسف ده حتى الدعاء من الكافر بيقبل الدعاء من الكافر يقبل أقول لك ما هو أبعد من ذلك الله استجاب لإبليس إيه رأيك أنظرني إلى يوم يبعثوه قال فإنك من المنظري إلى يوم الوقت المعلوم فهل يستجاب نعم قد يستجاب للكافر واتق دعوة المظلوب فإن الله عز وجل لا يستجيب للمظلوم ولو كان كافر ماذا كذا فيبقى الزاوية الأولانية زاوية هل ينتفع بعمل هو بيعمله لو كان هو جاحد للصلاة لا لا ينتفع بعمل لأنه خرج من ملة الإسلام بجحوده لما هو معلوم من الدين بالضرورة وركن ربنا سبحانه وتعالى شرعه وجعله في الإسلام بني الإسلام على خمس شهادتي أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والله عز وجل أمر بإقامة الصلاة وأقيم الصلاة وآته الزكاة هو جئ لما فيش صلاة يبقى هو أنكر معلوما من الدين بالضرورة وشال ركن من أركان الإسلام اللي بني عليها هذا الدين لكن لو بيكسل أو بتكسل أو الحاجات اللي احنا عارفينها دي لا دا ينتفع بعمله وهو مقصر ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله وأن يحببنا وإياكم في الصلاة وأن نصلي في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى